طب نعمل ايه بقى عشان نرجع الحب؟ اول حاجة اول خطوة نطهر الجواز من هذه السموم ازاي نطهر الجواز من هذه السموم ان احنا نتوقف عنها لو فيه اهانة من الحب مش هيرجع طول ما فيه اهانة لو فيه خيانة حب مش هيرجع طول ما فيه خيانة ماينفعش لازم يوقف ده لو فيه اي نوع من انواع عدم التأدير وعدم الامتنان حب مش هيرجع طول ما فيه ده لو فيه إهمال حب مش هيرجع طول ما فيه إهمال فلازم نغير كل ده ولذلك احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أفشوا السلامة بينكم ألا أدلكم على شيء ان فعلتمه وتحببتم أفشوا السلامة بينكم تبنفشي السلامة ازاي نسمي الأشياء بأسماء لما يمر علينا فترة جفاف أو جفاف عاطفي أو فطور عاطفي نسميه باسم ان دي حاجة طبيعية بيمر بيها الأزواج ما نسميهاش ان الحب مات لما نختلف من رأي ما يجيش حد بعد سنة جواز يجي يقول احنا مش شبه بعض خالص الاختلاف في الرأي شيء طبيعي وشيء بيحصل بين الناس ده ما يعنيش ان الحب مات احنا بنتكلم عننا انا مش جاي نظر انا جاي جاي لكم من الغرفة الساخنة اللي هي غرفة الاستشارات الزوجية فما نجيش نحكم على ان الحب مات لان احنا اختلفنا هايز اقولكم حاجة احنا في الاستشارات الزوجية عاملين زي الأطباء بنشوف وجعل بينكم مودة ورحمة بنشوف عجب في مسألة حياة الحب دي يبقى الناس خلاص مش طيقين بعض ويمكن رفعينها لبعض القضايا ويمكن خلاص بتقول ان ما عنديش حد أزاني وإن اللي حصل لما بيديهم رشدة ويمشوا عليها يقولوا بس انت اللي انت بتقوله ده تعيعمل ايه يعني فبالاتكال على الله سبحانه وتعالى الحب بيرجع تاني ويجي وقول لنا والله العظم احنا نفسنا مش مصدقين يبقى اذا كان عندنا فتور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق زوجاته مدة طويلة اياما ومع ذلك رسول الله من احب الناس اليك قالها عائشة فنسمي الاشياء باسماء ما نبلغش مشاعرنا بتبقى ضغي علينا بس احنا ما ننفعش كده يبقى اول حاجة قلنا لازم نطهر الجواز من المقاتل مقاتل الحب السبعة ولازم كمان بعد كده كمان بعد ما انطهر الكلام ده وببساطة خالص لازم نتوقف عن المبالغة وتسمية الاشياء باسماء يبقى لازم نتوقف عن الاهانة لازم نتوقف عن كل ده ثم بعد ذلك نيجي بقى لأول حاجة بقى عملية لازم نعملها يبقى الاتنين دولا كانوا كأنهم اشياء تطهير وتوقف كأن دي اشياء تتخليها الاشياء بتاتتخليها الاهتمام عايز الحب يرجع مرة تانية لقلب شرك حياتك لازم تهتم بيه سواء كنت رجل او امرأة لازم يزيد الوقت المخصص لي بجودة عالية يعني عارف انت ايه اللي حصل كنت بتديله الباقي من وقتك كنت بتديله خلاص انا مشغول في الشغل لا من هنا ورايح لازم تاخد اجازاتك كلها واجازاتك كلها لازم يكون ليه حص حظر اسفيرك حياتك اللي هو حس ان الحب مات اللي عايز يحيي الحب لازم يعمل كده ياخد اجازاته كلها ويقعد مع شرك حياته ويقعد مع شرك حياته بجودة عالية يبقى اول حاجة يعمل ليه بجودة عالية يقفل التليفون اول ما يدخل يحط التليفون جنب الباب وهو مقفول وبعيد عنه تاني حاجة وهو بيكلم شريك حياته او بتكلم شريك حياته تبصله في عينه وتكلمه وتكلمه باهتمام وهم مقتربين من بعض ورايبين من بعض ومش بعيد وفي حاجة سر كده بنعلمه للناس وندربهم عليه الاهتمام بالافكار مش بالكلمات يعني انت وبتسمع شريك حياتك وده الكواليتي تايم تهتم بافكاره مش بكلماته اه انت قلت ان انت بتفرقي ما بين ان انت تكوني زعلانة وان ان انت تكوني مقررة ان انت مش هتتكلم تاني عشان ده وتسمو خرز زود فاهتم يقولها اه انت فرقت ما بين ده وده لا يا سيدي هي اصدى معنى تاني خالص اصدى معنى تاني ان انت ما بتحمسهاش للكلام اصدى معنى تاني خالص ان انت مش مهتم بكلامها اصدى معنى تاني خالص ان انت وصلت إليه فتزود اهتمام شويتين تلاتة بكلامها دي أول حاجة يبقى عندنا هو عن طهر عن طهر البيت من السموم من أسباب وده معناه إن إحنا لازم نتكلم مع بعض ونعرف ليه الحب مات وبالله عليكم لما شريك حياتكم يقول لكم إن الحب في قلبه مات ما توقتش تقوله أنت ملكش حق لا دق في اللي هو قاله لما يقول لك إن الحب مات لإن عدم الاهتمام صدقه يبقى ما فيش اهتمام يبقى أنت لازم تهتم بيه ولازم تتوقف عن السبب ده ما تجيش توقف تقوله تكذبه تكذبه لإن شعوره هو ده شعوره يبقى أول حاجة طهر تاني حاجة بمساطة خالص نتوقف عن تسمية الأشياء بغير أسماء أنت ما بتحبنيش أنت ما بتهتميش بيه أنت عمرك ما كنت شايفاني ويعتبر أنه ده تنوع من أنواع أن هي كمان لازم تقدم شيء ما أنت اللي أنت قلت ده فيه مبالغة تتوقف إذا كنت عايز تحيي الحب تتوقف عن كل هذه المبالغات ما تفتكرش أن المبالغات دي هتحمز شريك حياتك عشان يرجع حبه تاني أنت اللي لازم تعمل الكلام ده تالت حاجة قلنا إيه لازم يزيد الاهتمام وزيادة الاهتمام لازم يزيد الوقت المخصص ليه ويزيد بجودة عالية وقلنا أقل ما يدل على هذه الجودة العالية أن أنت تمنع أي مشوش فتقفل التليفون تاني حاجة أن أنت تبين الاهتمام بالنظرات تنظر إليه وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمه سيدنا أبو بكر وكان بيوصف له حب ويقول له إيه إيه أحب شيء إليك شوف حب سيدنا أبو بكر قال أن أطيل النظر إليك فمن علامات الحب أن أنت تطيل النظر إلى حبيبك باهتمام وتخلي قلبك وانت بالنظر إليه يتحرك عشان يوصله ده هيوصل آه هيوصل في حاجات بتوصل حتى من غير الكلام الحاجة اللي بعد كده في هذا تتم بأفكاره تتم بأفكاره وتخلي أفكاره دي مهمة وتبين له أن أفكاره دي جيدة اللي أنت شفتها رابع حاجة بقى الاحترام لازم يزيد الاحترام يزيد الاحترام إزاي بأن أنت تقول كلمات كلها كلمات متح وكلمات تحفيز عشان الإنسان يثق بنفسه لما بيبقى موت الحب أهم حاجة بتتأثر عندنا الثقة بالنفس بيبقى كل واحد فينا مش واثق من نفسه أنه قادر يكمل الجواز ده يقول أنا مش قادر على فكرة مش قادر دي بتعبر على أنه هو مش واثق من نفسه كتير من الأزواج لما بجاعد معهم أقول لهم طب تعالوا يقول لي أنا مش قادر هو بيقول لي أنا مش واثق من نفسه أنه أنا أقدر يرجع الحب تاني كلمات التحفيز بقى بترجع للإنسان ثقته بنفسه بتخليه حس بأنه هو مش حياته معك مش هتستهلكه حياته معك هتضيف إليه ويا سلام لو أنت وصلت بكلمات التحفيز أنه أنت تحسسه أنه فيه حاجات جميلة فتخرج أجمل ما فيه يا سلام هو ده اللي احنا أصدينه بكلمات التحفيز كلمات التحفيز مش نوع من أنواع النفاق ده كلمات التحفيز ده هو شيل الغشاوة عشان يطلع أجمل ما فيه شريك حياتك وهو حبه وهو قدرته على أنه هو يحبك كلمات التحفيز بترجع ثقة الناس بنفسها تاني كلمات التحفيز ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت يشجع زوجاته ويتكلم بكلمات التحفيز عنهم ولذلك يوصف السيدة عائشة بأنها أحب الناس إليه كلمات التحفيز وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وحفز زوجاته يبقى أنت لازم تقول كلمات التحفيز كلمات حلوة يبقى الكلام الحلو يخلي القلوب تحلوه ويطلع أجمل ما فيها زي ما القلوب فيها مرارة الأسوة ووجع الحزن ووجع وكسرة القلب وألم الكسرة كمان الكلام الحلو بيداوي اسمعوا مني والله كلام الحلو بيداوي حاجات كتير بس لازم الكلام الحلو كمان يجي مع رقم خمسة بقى إيه رقم خمسة التأدير التأدير بقى مهمة قوي قوي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سر كده من أسرار التأدير قال يا حضرة النبي تهد وتحب بالله عليكم زودوا الهدايا لما تكونوا عايزين الحب يرجع زودوا الهدايا بس يخلي عندك فن في اختيار الهدايا ما تجيش واحدة بتحب أن يبقى عندها مال أن هي بتحب الأمان وتفضل تهريها ورد 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 طب ما يمش مش فاهمة أن ده وتأدير الحب لكن لو جبت لها حاجة ده بإيه اللي حاصل ده إيه ده ده بيحبني تكلف نفسه على فكرة ممكن حاجة ده اللي انت كايبها بتكون بتمن الورد اللي انت جايبه ممكن تكون الحاجة بس أنت عملت الحاجة اللي هي بتحبها يبقى تهاد وتحبه يبقى تهاده يبقى حضرة النبي اللي قال لنا الهدية اللي تخلي الواحد يحب ليه لأنه بيحس أنه ليه إيمة عندك ما أنت بدل صوت بفلوسك يبقى أنت بتحبه خرجت من الشح اللي عندنا لأنه وحضرت الأنفس الشح تشح النفس فلوس وتجيب هدية أو تخرج فتعمل حاجة عشان تسعده يا سلام لا انت بتحبني يبقى كمان تهاد وتحبه الحاجة التانية بقى الامتنان والامتنان أن انت تمتني ليه تقوله أنت وجودك في حياتي أضف إلي حاجات من غيرها ما كنتش أقدر أعيش انت اللي خلتي حياتي مستقر انت اللي خلتني أشعر بالأمان وعشان كده أنا مش متمسك بيك فقط عشان أنا بحبك لكن أنت مهم في حياتي أنا من غيرك أضيع فيه ستات كتيرة بتضحك على الرجالة فيه خارج إطار الزواج لما تحسسوا أنها محتاجة له هذا الامتنان بينشت غضة الحب في القلوب تالت حاجة بقى في الامتنان الجدعانة المواقف بقى بعد ما كانش بيهتم لما تقول أي يجري بسرعة ويسندها بدلا ما هو كان بيجي وهو تعبان تقول له قعد قعد وتقعد جنبه كده وتمسح وتمسح على راسه على كتفه وتقول له حكيلي والله ما سيبك غير لما تفطفط فطفط إيه ده؟ دي جدعانة دي ولما يجي يحصل له مشكلة في الشغل ولا تشيل هم إحنا ندبر البيت إيه ده؟ يحس إن الحب آه دي جدعة أنا أحبها الحاجة الستة بقى بعد بعد مسألة التقدير التقارب بالله عليكم ما ينفعش أنتم عايزين تجددوا الحب وكل واحد إنه يم في غرفه ما تفهموش بس إن أنا بتكلم على العلاقة الخاصة وإن كانت العلاقة الخاصة معنى مهم من التقارب على فعل على فكرة لازم تفضلوا قريبين من بعض تفضلوا في وش بعض ما ينفعش إن واحد يغيب عن شاشة التاني ويظن إنه هو عايز الحب يرجع تاني لازم يشوفوا بعض طوله في وقت أكبر بكتير يشوفوا بعض بوقت أكتر بكتير من اللي تسبب في إن الحب يضيع بلاش التقليعة الجديدة اللي بصراحة تقليعة مستفز هتسمحوا لي معلش تقليعة إن كل واحد نايم فوق وضع دي تقليعة بايخة لازم الناس ترجع تاني قريبا من بعض علمونا في الإدارة حاجة مهمة قوي عارفين قالوا لنا إيه قالوا لنا إن مجرد التقارب في الأجساد بيقرب القلوب ما تعودوش بعيد عن بعض في واحدة كانت بتشتكيري بتقول لي أنا حسى إن أنا معنديش أهمية ويمكن هم سمعيني بقتي معنديش أهمية ليه لما نروح عند أهل أو نروح في أي حتة يعد هو وأنا أترمي في أي مكان ما بحسش إن هو حريص إن هو يقوب يكون قريب مني أنا قلبي بتوجع بحس إن أنا مليش لازمة لكن أنا لو هو لما بيجي يعد يصر على إنه أنا أقعد جنبه أو أقعد قريبة منه ويفضل هو قاعد هناك مسك في إيديه أنا حس إن أنا قريبة منه وقلبي يزداد حبا ليه قالت كده بكل وضوح سابع حاجة والأخيرة لازم نعبر تعبير مؤثر عن الحب لا يعني إيه تعبير مؤثر عن الحب التعبير اللي بينشرح به صدر شريك حياتي سواء كان التعبير ده كلمات تدل على إنك إنت شايفه جميل شايفها جميلة شايفها ومتقرنهاش بحد وشايفها في حاجة تملى عينك لازم الست تحس إن هي مالية عين جزا ولازم الراجل يحس إن هو مالي مركزه عند زوجته الحاجتين دول مهمين أنا دايما بقول لازم عشان تعبر عن الحب وتعرف وتقيس نفسك كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بتتقاس تقيس إزاي بيبيع للحب عندنا مقياس بنقيس بيه هو الحب بيزيد إزاي بأسئلة وباختبارات إزاي تقيس إن الحب علف قلب شريك حياتك إن أنت تحس إن شريكة حياتك بدأت تحس إن هي أميرة وتعرف إزاي إن شريك حياتك بدأ الحب يرجع في قلبه إن هو يحس إن هو بالنسبة لك البطر كل ما تعبر لشريك حياتك عن الحب هي تحس إن هي أميرة وهو يحس إن هو بطل وده من حقنا أموال إحنا بنتجاوز ليه أنا بتجاوز عشان حد يملى علي جهات الستة زي ما كان البهاء زهير بيقول بعيني من أسميها بستي فترمقني النحات بعيني مقطي يظنون أنني قد قلت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ملكت جهات الست طرا فلست بمخطئ إذا ما قلت ستي ستي يعني ملك علي جهات الستة وهي تقوله أنت رجلي وإنت اللي حميني هو ده اللي يرجع الحب مرة تانية التعبير المؤثر في القلوب السبع حاجات دي اللي احنا نعملناها إن شاء الله الحب يرجع تاني ويعيش مرة تانية بس ركزوا في كل نقطة من النقاط دي ولازم تعملوا لها برنامج وتعملوا لها خطوات زي ما احنا قلنا كده ويتتابعوها وإنتوا هتشوفوا العجب لأن الله سبحانه وتعالى اللي قال وجعل بينكم مودة ورحمة الباقي معنا ما ودعنا والبيوت محل نظر الموجود سبحانه وتعالى فالبيوت مليئة بالمدد تعالوا نغرف من المدد ونرجع الحب يحيى مرة تانية بسر الحي الودود الحبيب سبحانه وتعالى يا رب